اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقرة كابتن خالد علي المنصق العام لنادي سانداونز الجنوب إفريقي زكاً كابتن خالد شرف المنور وسعداء جداً بوجودك معنا عشان أعرف أنت راجل أهلاوي أصيل ربنا أخليك كابتن شرف لي طبعاً وجودي في قناة النادي الأهلي القناة اللي بتشرف أي حد مصري موجود خارج الديار زي ما بقوله شرف لي أننا نكون موجود مع أحداك النهاردة وبالتوفيق إن شاء الله أنا أخليك يا خالد كابتن خالد مهم جداً أنا أسألك الأول لربع سان أنا لسه كنت أتكلم معايا بس مش هقول لكم قال لي إيه وبقولك إحنا وإحنا ده على كلام أنه هو الأهلي يعني مش على حد تاني فكابتن خالد النهاردة أو السنة دي السنة الرابعة على التوالي سانداونز معنا دي الأهلي أنت كنت بتحكيني حكاية آه كنت بقولك إحنا عشرين قوي أبنكلم على فرقة مامينودي سانداونز إحنا عشرين قوي إحنا أخدنا الوداد 4 سنين فالسنة اللي فاتت لما كنا بنكلم لما قابلنا النادي الأهلي كنا بنكلم بنقول أنه دي السنة الرابعة على التوالي إن نحنا نقابل النادي الأهلي قلت لهما لسه فيه سنة جاية اللي هي السنة دي إذا كانت قبل القرعة كنت قاعد مع بيك سولتروه على فكرة أنت هتجيب سانداونز تاني فخلينا دي السنة الرابعة وبعد كده مش حنقبل لأهلي تاني خالص اه هي دي اخر سنة اذا بقى تعبلينا في النهائي بقى اه يعني لا احنا دلوقتي مش حنقع بقى في أدوار بعض بعدين مش حنقع في دور مجموعات مع بعض مش حنقع في أدوار إقصائية ممكن نقع في نهائي بقى مع بعض التعرف ان النهاردة كان فيه كسر ربطها كسر ربطة كان القرعا النهاردة فجمهور الأهلي على الفيس بوك بقى على التواقع التواصل الاجتماعي قالك ايه قالك الحمد لله سان داونز ما قعش معنا من كتر ما يعني تعرف بقى بقى عشرين ولكن في النهائة الآلي و سان داونز فريقين كبيرين الحقيقة ولكن دايما سان داونز بينظر للنادي الآلي لأن النادي الآلي أولا بيخرق غالبا سان داونز اه فعلا انت لو بتكلم على من 2019 بستثناء مباراة تقريبا واحدة فقط هي في دور 2019 المباراة الشهيرة اللي سان داونز خرج فيها النادي الآلي لعبنا السنة اللي فاتت والسنة اللي قابليها النادي الآلي خرج نادي سان داونز من سوق حظ نادي سان داونز نواب قابل النادي الآلي زي ما من سوق حظ النادي الآلي نواب قابل سان داونز في الفترة اللي كان موجود فيها بيتسو وبيتسو خسر من من الأهلي في السنة اللي قابل اللي فاتت مزبوط فهي من سوق حظ الفرقتين دايما حتى الترشحات كانت بيتيجي ان الفرقتين دول المفروض يلعبوا نهائي لان فرق بتلعب كرة اذا كان فرقة مبلوز سان داونز بتلعب كرة فريق النادي الاهلي طبعا حدس ولا حرج فكان من الحظ السيء ان احنا يعني من الحظ السان داونز السيء ان هو قابل النادي الاهلي سنتين متتاليتين وراء مباراة كانت شهيرة فطبعا مش بين ستار فيلا دلوقات احنا موجودين وانا اتمنيت ان احنا نلعب دور مجموعات علشان من عشان بقى خلاص اتعبت يعني كل شوية الاهلي سان داونز الاهلي سان داونز فالحمد لله السنة دي كانت دور المجموعات اتمنيتها والحمد لله هي دور المجموعات دلوقت السنة دي ان شاء الله يا رب ربنا يوفقنا ويوفق النادي الاهلي نصعد احنا الاتنين ان شاء الله يا رب ده امنيات اكيد على ارض الملعب بتبقى حاجة غير طبعا مختلفة جدا مجموعة صعبة مجموعة صعبة جدا اربع عشماء كبيرة جدا جدا انت لو بتكلم على بطولات الهلال والمريخ اسمها كبيرة السنة اللي فاتت الهلال والمريخ مش ده مستواهم بيحصل اي فرقة يا كابتن اسلام دروب حصل الفرق دي دروب السنة دي الفرقتين صعبين انت عارف الفرقة العربية الفرقة العربية ازاي بيبقى الدربي بين الفرقة العربية النادي الاهلي خرج الهلال قبل كده النادي الاهلي خرج المريخ السنة اللي فاتت النادي سان داونز خرج الهلال السنة اللي فاتت فهي الموعة صعبة جدا أصعب مجموعة في الأربع مجموعات لو اتكلمت أصعب مجموعة في الأربع مجموعات أنت نسى كنا نتكلم برضو قولتولي أن فريق أمازول وبالمناسبة يعني فريق قوية جدا فريق بيدربوا بمكارثي فرق طلع التيمي مازمبي خرج التيمي مازمبي ورى البطولة فلا فرق تتحسب ليها وبعدين أنت كمان أنت بتتكلم في ديستنس أنت هتيجي من جنوب أفريقيا هتسافر ثلاث سفريات بره هتلاعب النادي الأهلي في القاهرة هتلاعب الهلال سانداونز هتلاعب الهلال في السودان أو هتلاعب المريخ في السودان لأن سمعت أخبار أنهم بيقولوا حيلعبوا في أسيوبيا فلسه هم الكافمة ديهم أعتقد لنهاية شهر وخلينا نشوف هنوصل بغد النظر في الآخر أنت كده كده جاي من تحت الفوق بعيد لو بتكلم عن الفرق دي هي هتروح مرة واحدة هتسافر ثلاث مرات هم حيسافروا مرة لأنهم حيجوا جنوب أفريقيا مرة إنما أنت حتسافر ثلاث مرات أنت جاي للأهلي جاي للهلال جاي للمريخ فهي مجموعة صعبة مجموعة صعبة جدا